أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة تعد جزءاً لا يتجزأ من حركة التجارة العالمية وانعكساً مباشراً لما تشهده من نمو أو ما تواجهه من تحديات مؤكداً أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية بصورة طبيعية رغم التحديات الراهنة جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة قناة السويس سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة في مبنى الإرشاد التابع لهيئة القناة الإسماعيلية لبحث سبل التعاون المشترك من جانبها أشدت السفيرة الأمريكية بجهود هيئة قناة السويس في دعم عملائها وحرصها على تحقيق التواصل الفعال معهم لتلبية متطلباتهم في تلك الفترة الصعبة